ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة مع الفقرة الدينية واللي هننكلم فيها على انزال الناس منازلهم بمعنى ايه انزال الناس منازلهم؟ كلنا بنحترم الناس على اساس سنهم وظيفهم كلنا بنحترم رؤوسائنا في العمل بنحترم الأكبر مننا سنا ولكن كمان دينا حسنا على احترام الأقل مننا مقاما أو الأقل مننا سنا خلينا نتكلم على انزال الناس منازلهم مع فضيل الدكتور عاد المراغي إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية صبعة خير فضلتك دكتور ونهارك دايما سعيد صبعة خير ونهارك سعيد إن شاء الله الحقيقة نتكلم على كلمة انزال الناس منازلهم وأمرنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه كلمة أن ينزل الناس منازلهم يعني ايه كلمة انزال الناس منازلهم وتقدير الكبير والصغير بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإنزال الناس منازلهم معناها معرفة أقدار الناس ومن أدب الإسلام أن جعل الإسلام أحث على احترام الصغير أو احترام الكبير والعطف على الصغير بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل احترام الكبير والعطف على الصغير يعتبر مفتاح من مفاتيح القلوب المهم بما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل وقد كان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال الناس منازلهم أنزل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من عامة الناس فهذا الرجل لما أنزله النبي منزلته كان هذا سبب في إسلام هذا الرجل وهو عدي بن حاتم الطائي سيدنا عدي بن حتم الطائي كان رجلا من سيد أو مسادات قبيل الطي وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مع النبي المسجد فلما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام المسجد قال خرجت في إذب امرأة عجوز أمام المسجد سألت النبي عليه الصلاة والسلام فاستوقفت النبي وقد أنزل النبي العجوز منزلتها في هذه القصة عدة إشارات الإشارة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه العجوز منزلتها الإشارة الثانية قال دخلت مع النبي البيت فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على التراب وأجلس عدي بن حاتم على وسادة حشو هاليف شفت لما سيد الخليقة يجلس على التراب وضيفه يجلس على وسادة حشو هاليف لم تكن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام غيرها قيمة التواب نعم حرك الإيمان الراكد في قلب عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا قال فقلت في نفسي والله هذه أخلاق أنبياء فما بره عدي بن حاتم إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام في إنزال الناس من أزيلهم حتى مع الكفار رجل يسمى بعدبة بن ربيعة وهو صنديد من صناديد الكفر لما جاء للنبي يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام المال والنساء وكذا وكذا حتى يرجع النبي عليه الصلاة والسلام عما كان يدعو إليه عن الإسلام فقال له النبي أفرغت يا أبا الوليد وكان من عادة العرب إن أرادت أن تعظم شخصا نادته بلقبه أو بكنيته قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد لم يقل له يا عتبة وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الكفار فيدل ذلك على إن إنزال الناس من أزيلهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجلت مع الملوك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتب إلى ملوك الفورس وملوك الروم وغيرهم كان يقول من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفورس كلمة عظيم تشي بمدى أهمية هذا الشخص حتى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس عظيم القبط هنا قال من محمد الرسول الله إلى المقوقس عظيم القبط أما بعد إلى آخر خطابه عليه الصلاة والسلام الفرق بين معاملة الناس حزب من أزيلهم أم ركزهم يا دكتور عادل هل هناك فروق نقدر نوضحها ولا لا ربنا تبارك وتعالى جزم بذلك في القرآن حتى عند الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنزال الناس من أزيلهم حصل في العصر الأول السيدة عائشة جاءتها أو جاءها سائل يوم من الأيام فالسيدة عائشة أعطته كسرى فجاءها رجل آخر عليه لأبها وعليه لباس جميلة فأجلسته وأكل فلما سئلت عن ذلك قالت سمعت حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول أنزل الناس من أزيلهم ما فرأتش لا فرأت عائشة رضي الله عنها يعني لما ملك يأتيك غير لما واحد من عامة الناس وهذا ما دل عليه القرآن الكريم كما في قوله عز وجل وما منا الملائكة بيقوله كده إلا له مقام معلوم ليس معنى ذلك احتقار الناس وإنما أنزلوا الناس منازلهم ربنا تبارك وتعالى أعطى بعض الناس بسطة في العلم وأعطى الآخرين بسطة في الجاه فينبغي أن يحترموا كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ناحية أهل العلم على ثابت المثال قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال أو إن من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم والعالم وقارئ القرآن غير الغالي فيه والإمام العادل الأربعة دولة أو التلاتة لما النبي عليه الصلاة والسلام يوضح أن ننزل الناس منازلهم بالنسبة للعلم أو بالنسبة إذا كان ملكا عادلا أو بالنسبة إذا كان كبير السن كما قال سيدنا عبد الله بن عباس قال ثلاثة يصفين لك ود أخيك مفتاح القلوب تستطيع أن تفتح قلبا بكلمة واحدة وتستطيع أن تغلق قلبا بكلمة واحدة هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مخبوء تحت لسانه ولكن احترام الأكبر سنا ومقاما هل هو فرض فضل واجب أيهم في الثلاثة لا هو فرض على كل مسلم والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنزلوا والأمر هنا للوجوب أنزلوا الناس منازلهم وما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته العملية يدل أيضا على وجوب إنزال الناس منازلهم مما كان سيدنا سعد ابن معاذ والعجب حضرتك يوسف زشرف تجد سيدنا سعد ابن معاذ الذي طبق الأفاقة بذكره لم يعج في الإسلام إلا ست سنوات فقط يعني هو أسلم كان سنه 30 سنة واستوشيت كان سنه 36 سنة وليس أحد على وجه الأرض يجهل قارئ للسر النبوية يجهل سيدنا سعد ابن معاذ لما مرض في آخر حياته لما طعن النبي عليه الصلاة والسلام جاء سعد على حماره فقام فقال النبي قوموا لسيدكم كان سنه كم سنة؟ كان سنه 36 سنة قال لقومه قوموا لسيدكم لأنه كان سيد قومه آنذاك فدل ذلك على إنزال الناس منازلهم حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام من إنزال الناس منازلهم أن يقوم الصغير للكبير يعني فيه سوء أدب في هذه الأيام لما تجد بعض الشباب حط رجل على رجل قدام كبير السن أو في الأوتوبيس أو في أي وسائل المواصلات وهذا من سوء الأدب لما تجد على طبيعي مثال رجل كبير في السن طعب في السن يقف وبعض الشباب قاعد يجلسوا هذا ليس أبدا من احترام الكبير بل من احترام الكبير أو من إجلال الله عز وجل أن تجلد الشيبة المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الإسلام استحى الله عز وجل أن يعذبه يوم القيامة دكتور عاديل في أحديث وآيات بتحص المسلم على احترام كبير السن نضرب بها مثلا أضرب مثالا بما حصل مع سيدنا أبي بكر الصديق لما أراد والده أن يسلم له عبد الله بن أبي قحافة أبو قحافة هذا أراد أن يسلم لهو والد أبو بكر الصديقي رضي الله عنه فأتى به للنبي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقام النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قحافة لوالد سيدنا أبو بكر ثم قال لأبي بكر هل أمرتنا أن نأتي للرجل الكبير أو للشيخ الكبير يعني كان أحق أن نأتي إليه بيته وهذا دل على احترام النبي عليه الصلاة والسلام لكبير السن الأمر الثاني الأحليث الثاني ما حصل في قصة عدي بن حاتم الطائم المرأة العجوز كانت تأتي وتستوقف النبي عليه الصلاة والسلام ساعة كاملة في حر الشمس ومن الأمثلة الواقعية أن عمر رضي الله عنه كان في واقعة من وقاع التاريخ وكان هو وجيشه صوب الشام وفي الطريق استوقفته امرأة عجوز فأوقفت الجيش حبزت الجيش عن السير وقفت مع عمر ساعة كاملة وهي تتكلم مع عمر فغضب بعض الناس وقال امرأة تستوقف سير الجيش قال عمر ألا أقف لهذه المرأة العجوز التي سمع الله نداءها من فوق سبع سماوات هذه هي المجادلة والتي أنزل الله عز وجل لها سورة في القرآن الكريم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وكانت قد كبرت في السن فهذا دل على احترام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقوق الضعفاء في الإسلام مكفولة لهم كبار السن يعني الإنسان إن بلغ كما قال الإمام أبي حامد الغزالي إن بلغ ستين سنة فهو يعتبر ضيف من ضيوف الله عز وجل في الأرض وكان طبعا موحدا لله تبارك وتعالى وكان صالحا فإن بلغ ثمانين سنة وكان من الصالحين نادى الله عز وجل هذا عتيق الله في أرضه فيعتبر ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يحترم ويقدر ويجل هذا الكبير رجال العلم والعلماء لهم منزلة كبيرة خلينا أعرف إزاي أوصانا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على احترام رجال العلم والمنزلة بتاعتهم يعني إزاي بنا احترم رجل العلم بالتحديد إحنا عرفنا إزاي بنا احترم الرجل العادي الخبير السن الطعم في السن ولكن دجال العلم كيفية احترمهم نحترمهم من خلال القصة التي وردت حضرتك من سيدنا زيد بن ثابت يوم الأيام كان عبد الله بن عباس أو كان سيدنا زيد بن ثابت وهو يعتبر أعلم الأمة بعلم المواريث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد بن ثابت فيوم الأيام كانت سيدنا زيد بن ثابت يركب ناقته فجاء عبد الله بن عباس وأمسك بخطام الناقة قاد الناقة فنزل زيد بن ثابت وقبل يد سيدنا عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا فقال عبد الله بن عباس وهكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فاحترام العالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل العلماء في الأرض كالنجوم بالنسبة للسماء العالم في الأرض هو أمان لأمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمانا لأهل الأرض فإذا انطمست النجوم في السماء فكذلك الأمر بالنسبة للعلماء في الأرض اتكلمنا على وجبنا نحو الأكبر سنا الأكبر مقاما دعرفنا ولكن خلينا نتكلم على شيء مهم جدا الحقيقة فضلت الدكتور عادل على احترام الأقل مننا سنا واحترام الأقل مننا ما كان نكون لسه نتكلم قبل الهوى على أن قد يرى البعض احترام الأقل سنا نوع من أنواع الضعف ولكن خلينا عرف حضرتك كيف نحترم الأقل مقاما وسنا طبعا هذا ليس ببعيد أبدا على أن احترام الناس وتقديرهم يدخل فيه أيضا احترام الضعفاء وإنزال الضعفاء من زلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم والمرأة العجوز هذه التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرأة ضعيفة مستوقفة النبي عليه الصلاة والسلام ساعة كاملة في حر الشمس حتى قضى لا حاجتها فهذا يدل على أن الإسلام أمر باحترام الكبير والعطف على الصغير كما أمر أيضا بإنزال الناس منازلهم بالنسبة للضعفاء وإنزال الناس منازلهم بالنسبة للضعفاء هذا يعد باب من أبواب التواضع الذي حس عليه الإسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وكان باستطاعته أن يتخلص من كل صناديد الكفر إلا أنه دخل مكة وهو منحني صلى الله عليه وآله وسلم قمة التواضع قال جابري عبد الله وإن رأس النبي عليه الصلاة والسلام تكاد تحل في عنق راحلته تواضعا لله لما دخل مكة فاحترام الصغير أو بمعنى أصح احترام هؤلاء الضعفاء يعتبر جزء لا يتجزأ من إنزال الناس منازلهم في القرآن الكريم اتكلمت حركة على احترام الصغير وهناك قصة لسيدنا أبو بكر الصديق في إثار سيدنا علي بن أبي طالب في جلوسه بالقرب من الرسول في إحدى مجالسه خلينا نتكلم على القصة ذكر في كتب السير أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوم من الأيام وضاق المجلس بالصحابة فجاء علي رضي الله عنه فوقف فلم يقم له أحد من الصحابة غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأجلسه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي قولته المشهورة لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرف الفضل لعليه لأنه عليه كان أقرب الناس للنبي وكان يعتبر صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة فأبو بكر الصديق عرف هذا الأمر فقام ويدل هذا الأمر على أن سيدنا أبو بكر الصديق عطف على الصغير وهو عليه واحترم علي لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام إنزال الناس من نزلهم حتى في هذا الأمر لما قال أبو بكر الصديق والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي هذا يدل على إنزال الناس من نزلهم كذلك أثر تطبيق ده بسرعة كده في كلمتين أثر تطبيقه على الأمة كلمة إنزال الناس من نزلهم لو طبقناه على الأمة أثر تطبيقه هذا لو أننا تطبقنا هذا المفهوم في حياة الأمة الإسلامية لو وجدنا أنه قد انتشرت المحبة وانتشر السلام والوئام والتواصل والتراح بين أوصال المجتمع فأي مجتمع لا يوجد فيه نوع من أنواع الاحترام غاب عنه اللي أقول لك غاب عنه الوئام والسلام فأي مجتمع ينبغي أن يبنع الاحترام المتبادل بين أطراف هذا المجتمع أو بين أوصاله الحقيقة فضيلة الدكتور عادل مراغي إمام الخطيب مسجد النور بالعباسية الكلام معك الحقيقة يعني لا ينتهي وكلمة إنزال الناس منازلهم كلمة قد تستعصي على الكثير وضحناها وعرفناها أرى بشكرك وقد يمتد الحديث معنا فترات أخرى في لقاءات متعددة إن شاء الله شكرا لك الحقيقة مشاهدينا كلمة إنزال الناس منازلهم قمة التواضع وقمة الرحمة لإحترام الكبير ده عرفناه ولكن كيفية احترام الصغير أيضا ورحمته ده اللي عرفناه النهاردة من فضيلة الدكتور عادل مراغي خليني قبل ما أكمل فقرات نهارك سعيد نروح لتقرير نشوفه على هامش مؤتمر الأور المتوسطي اللي أقيم بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء وهيكون معنا في العديد والعديد من لقاءات زي لقاء الأنبا موسى مسؤول الشباب بالكنيسة المقصية ده اللي هنعرفه الآن خليني نشوف التقرير نرجع لكم مراتين موسيقى